السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأخوات من خلال هذا الفيديو سنحاول نتعرف على مدينة سعيدية قديما من سنوات 1880 منذ بداية نشأة المدينة يعني فش ندارة القصبة المتواجدة في مدينة سعيدية إلى 1960 وفي هذه الصورة كنشوفو كنشوفو مدينة سعيدية في سنوات 1960 يبال لكم هنا يعني مجموعة دي المنازل اللي كتكون من طبق طبقين أو طبق واحد يعني كانت البداية ديال إنشاء المدينة وهنايا في هذه الصورة كي يبال لدك المامر الرئيسي اللي كان في مدينة سعيدية وحنقولو اللي هو البنو باسكالي حاليا يعرف بشارع بيرانزاران كيف كتلاحظو يعني حتى للاقشو ديالوج هي هو أعرض شارع في مدينة سعيدية إننا كي يعني يعني كنتو بحنقولو جاي بحل يشد دو وو ملي ولي كينين في مدينة سعيدية الشارع اللي كي يأدي لإيجليز باسكالي فهذا الصورة كنا نلاحظو البنايات الأولى اللي بدأت في مدينة سعيدية ويعني كانت واحد البنايات متواضعة للغاية فيها يالله ريت شوسي ويعني ما نقولوش بداية وإنما يعني واحد البنايات متواضعة داكشيفها لستخيكت مليموم فهذا الصاحة عندنا البلاس مسبولي يعني الصاحة المعروفة في مدينة سعيدية واللي منذ ذلك الوقت لحد الآن ما زالت معروفة بأنشطتها يعني واحد الصاحة اللي كانت تقن فيها واحد مجموعة من المهرجانات معارض أنشطة فهذا الصورة عندنا لوتل دي سابلت اللي نعرفوه حاليا باسم أوتل هالنور وكيف كتشوفو فالارشيتكت يديلو يعني والمبناء تقريبا قريبا لحد الآن ما تغيرش فيه وما ما فيش واحد لحد الآن ما كانش يتغير ملحوظ هاد الصورة كتدينا الواحد سنوات سنوات طويلة يعني في الزن 1880 1880 من التي تبنات قصبة المتواجدة في مدينة سعيدية وهاد بطاقة كانت في سنوات 1950 كانش فالبطو الإلكتريك رغم ديجا كينين يعني الله بدأ الإلكتريكت فالبطاقة نرى حاليا 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 وهو تهدم والذي تسمى لا تسخي أي استغاية ونرى هذا المبنى هذا الفيلا ومدينة في هذه النوافذ على شكل بطاقة وهذه الظاهرة غالبا في المدينة الساحلية بزافة نرى أجمل فيلا بالنسبة لأجمل فيلا على سعيدة في الواجهة الأمامية في هذه البطاقة والذي في وقت كانت استعملها ل سنقول بطاقة الأمريكية لأن هناك في السعيدية هناك بطاقة أمريكية بطاقة الأمريكية سنقوم بطاقة الوقت البنايتين الأثنين التي نرى في هذه البطاقة البريدية الآن نرى في البطاقة البريدية ما زال كينين الأولى طبق يعني عندها واحد ستيل مودرن والثانية واحد ستيل أغابسك بطاقة رياض ومصراحة ما أعرف ما سيقوم التغيرات مدينة السعيدية ويبقوا على حالهم والتي يتغيروا وقت يتغيروا بطاقة عمارات دائما البطاقة التي كانت متواجدة على الشاطئ السعيدية في سنوات 1930 في هذه الصورة نرى مكتب البريد التي تواجد بين البطاقة مسبولي و كنيسة باسكالية في هذه الصورة التي قلنا أنها عريضة دو مدينة السعيدية ولكن هذه الصورة تجاوز جميع مرات الشوارع التي كانت في هذه الصورة نرى مسبولي في حال في سابلت أو أو أطل النار التي نعرفها حاليا وصراحة مجموعة البطاقة البريدية التي تتقل مسبولي إلى ساعة 20 غشت كما لا يمكن تتكلم على مدينة سعيدية ومدينة بورسية أو مدينة مرصة بالمهيدي المدينة التوأم المتلاصقة على مدينة سعيدية وهنا في هذه البطاقة البريدية نرى دي بارد توريس بورلا كاسبا ماروكان يعني أنا ركعان في ذاك الوقت كان التجول ما بين بورساي والسعيدية كيمر عبر واحد القنطرة كيدوزو كيدخلو فوقش مبغاو أو يخرجوا فوقش مبغاو للأسف ما بقتش هاد مسألة حالية هنا يعني كنشوفو يعني الإجليس ديال جول باسكالي جول باسكالي هو واحد المزارع اللي هو اللي تكلف ببناء الكنيسة وطلب أنه بعد وفاته يعني اللقوع دياله يبقى في الكنيسة يتدفن في الكنيسة على تكشي من تماكة تسمى كنيسة جول باسكالي في هاد الصورة كنشوفو الملك محمد الملك المغرب محمد الخامس كيجلس هنا يا في المدخل دياله لأطيل السابليت اللي هو حاليان أطيل هالنار وكانت هذه المناسبة في سنوات 1934 وصراحة هذه واحد الصورة لواحد الأخ من الإخوان المخلصين لمدينة سعيدية واللي عنده واحد المجموعة ديال المعلومات واحد المجموعة ديال الوثائق اللي كتعلق لمدينة سعيدية هو اللي يعني عرفني بهذا بهذا الصورة وغيها لي وعطاني هاد الصورة يعني اسمح لي أنه لنا نستغلها وإلا بغيتوا تعرفوا كيتسمى الأخ عزيز عزوز يمني واللي عنده في فيسبوك عنده واحد واحد اللباج اللي صراحة واحد انتخيزغ بالنسبة للناس اللي كيبغوا يتعرفوا على مدينة سعيدية يعني واحد انتخيزغ ديال المعلومات لأنه إنسان ملم بالمدينة وعرف بخبايا المدينة وبي تاريخ المدينة وكان صحكم اللي بغيت عرف عليه يشوف يدير لزامي ديال يا لزامي ديال يا وصراحة كان مات كان مات يتعلمين عنده كان مات يتشاف في 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 إذن حاولت أنني نحبس للي كمانتر في في هذا يعني باش نكومنطي كل كل صورة على حدها بالنسبة للإخوة الأخوات اللي بغين يعرفوا مدينة سعيدية وبغين يعني تطالعوا على مجموعة ديال الخابية ديالها لأن نحتنا ما قلت شي خابية ما قلت شي حاجة وإنما المعلومات اللي قلتهم صراحة أخذتهم من الكتيب ديال واحد صديق ديالي لدار واحد الكتيب على مدينة سعيدية من خلال البطائق الباردية ومن خلال واحد مجموعة ديال الصوار وكيف كتشوف الكتيب هو الصورة ديال كينا في أول الفيديو وربما ما تلقى في آخر الفيديو وإذا الكتيب هو هذا اللي كتشوف هنا في تمنى تكونوا أخذتوا واحد الفكرة ولو مبسطة على مدينة سعيدية وأضرب لكم معيدان لاحقين إن شاء الله في فيديو مقمق